بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن هل قرحة المعدة خطيرة وما هي الأطعمة المناسبة لمريض القرحة المعدية والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمريض القرحة المعدية وبعض النصائح العامة قبل الإجابة على سؤال هل قرحة المعدة خطيرة علينا التعرف على سبب الإصابة بقرحة المعدة حيث تنشأ قرحة المعدة إما بسبب الاستخدام غير الصحيح لمضادات الالتهاب أو بسبب التعرض لجرثومة الملوية البوابية والآن ننتقل إلى سؤال هل قرحة المعدة خطيرة؟ فالإجابة هي أن قرحة المعدة نادراً ما تكون خطيرة بحد ذاتها إلا أنها قد تسبب العديد من المضاعفات التي من الممكن أن تكون خطيرة وتشكل خطراً على حياة المريض خاصة في حال عدم علاج القرحة بالشكل الصحيح القرحة الهضمية أو قرحة المعدة وهي حدوث تآكل أو جرح في الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة أو في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة أو أسفل المريء في القناة عدة فيديوهات تبحث في موضوع المعدة وأما علاج قرحة المعدة هي البعد عن المهيجات مثل المسكنات والبهارات والعصبية المفرطة والعلاج بواسطة الأدوية المضادة لإفراز أحماض المعدة والتي تساعد على التئام القرحة بشكل أفضل كما تسهم العديد من الأطعمة في تخفيف الألم والتهيج الناجم عن القرحة المعدية والتسريع في العلاج وإصلاح الأنسجة التالفة بينما تسبب غيرها تراكم الأحماض واستمرار الالتهابات الأمر الذي يزيد من تفاقم القرحة وتشمل الأطعمة التي تساعد في الإجابة على سؤال ماذا يأكل مريض القرحة المعدية ما يلي واحد الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح ودقيق الشوفان والكمثري النجاس وغيرها اثنين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي في تقليل أعراض عدوى الجرثومة الملوية البوابية كما تحسن أعراض عسر الهضم والآثار الجانبية للمضادات الحيوية ثلاثة الأطعمة الغنية بفيتامين جيم ومن أمثلة الخضروات والبقوليات والفواكه التي تحتوي على فيتامين جيم الآتي البرتقال الطماطم يعني البندورة أو المطيشة الكيوي الفلفل الأحمر والبروكلي طبعا هناك العديد ولكن هذه أهمها أربعة الأطعمة المحتوية على الزينك وتعد الأطعمة الغنية بالزينك مهمة للحفاظ على نظام مناعة صحي وتساعد في تسريع الشفاء من الجروح ويوجد الزينك بمستويات عالية في الأطعمة الآتية السبانخ، المحار، ولحم البقر خمسة الأطعمة الغنية بالسليميوم ويمكن الحصول على السليميوم من الأطعمة الآتية سمك التونة، سمك الهلبوت، والمكسرات البرجلية ستة البطاطا الحلوة حيث تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين ألف حيث أن هناك أدلة على قدرتها في علاج قرحة المعدة كما أنها تلعب دورا في الوقاية منها سبعة، الأعشاب والتوابل يمكن استخدام الأعشاب والتوابل الخفيفة حيث تعد جميعها مصادر مركزة لمضادات الأكسدة كما أنها مضادة للالتهاب ولها خصائص مضادة للمكروبات مثل الكركم والقرفة والزنجبيل والثوم تماني، عرق السوس، يحارب عرق السوس ويمنع حدوث القرحة المعدية ولذلك يمكن إدراجه ضمن قائمة ماذا يأكل مريض القرحة المعدية وكملاحظة لا يصلح لمرضى ضغط الدم المرتفع تسعة، الثوم، ويعد الثوم من الأطعمة التي لها خصائص مضادة للبكتيريا حيث يقلل النشاط البكتيري في المعدة كما له دور في تسريع شفاء القرحة واحتمالية تطورها عشرة، الخضار وتعد الخضروات الورقية والخضار ذات اللون الأحمر والبرتقال الفاتح والخضار الصليبية مثل بروكلي مليئة بالفتامينات المفيدة للصحة أما الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمريض القرحة المعدية بعد أن تعرفنا على جواب ماذا يأكل مريض القرحة المعدية سنتعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها إذ ينصح مريض القرحة المعدية بالابتعاد عن الأطعمة الآتية الكحول يعد الكحول مادة مهيزة للمعدة ومؤخرة للشفاء أيضا الكفئين يزيد الكافئين من إنتاج حمض المعدة لذا يجب على مريض القرحة المعدية تجنب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية أيضا الحليب اكتشف حديثا أن الحليب يزيد من حمض المعدة لذا من الأفضل تجنبه أيضا بعض أنواع اللحوم وينصح بتجنب النقانق واللحوم المقلية واللحوم المليئة بالدهون والبروتينات والأطعمة الغنية بالدهون وينصح بتجنب الكميات الكبيرة من الدهون والتي تزيد من أحماض المعدة وتحفز الارتجاع المعوي أيضا تجنب الأطعمة الحارة إذ ينصح بتجنب الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والفجل الحار والصلصات والتوابل التي تحتوي عليها أيضا الأطعمة المالحة حيث تعزز الأطعمة المالحة من نمو الجرثوم الملوية البوابية التي تسبب القرحة مثل المخللات والزيتون أيضا الشوكولاتة تزيد الشوكولاتة من إنتاج حمض المعدة مما يزيد أعراض القرحة سوءا وهذه بعض النصائح يساعد تعديل نمط الحياة على التخفيف من مشكلات القرحة المعدية مثل اتباع الآثم التخفيف من التوتر وتجنب التدخين أيضا فقدان الوزن طبعا فقدان الوزن للأوزان الثقيلة تناول وجبات أصغر حجما وتجنب تناول الوجبات قبل أربع ساعات من النوم حبيبنا انتظرونا في الفيديو القادم وسنتحدث عن مضاعفات قرحة المعدة وهل يمكن الوقاية منها وللاستزادة سنضع لكم بعض روابط الفيديوهات التي تبحث في أمراض المعدة وعلاجها في صندوق الوصف أسفل الفيديو أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواء دمتم في حفظ الله ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته